أكدت وكالة الأونروا أن هناك مجاعة تلوح في الأفق مع إكبار 84 ألف شخص على النزوح من شرق مدينة غزة في غضون أيام بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف خاصة في منطقة الشجعية والذي تسبب في قطع الوصول إلى مركز رئيسي لتوزيع المساعدات صرحت المتحدثة باسم وكالة أونروا أن الدمار في المناطق المتضررة التي تمتد على نحو 7 كم مربعة مروع مشيرة إلى أن معظم الناس فقدوا منازلهم إما كليا أو جزئيا كما أكدت أن استمرار العنف الإسرائيلي حال دون أن تتمكن وكالة أونروا من الوصول إلى مركز التوزيع التابع لها في حي تفاح بمدينة غزة وذلك بسبب قربه من خط المواجهة ترجمة نانسي قنقر